اشتركوا في القناة اليكم عشر حوادث مميتة سببها التهور دان فيكاري شاب نيوزيلاندي كان من افضل ممارس رياضة القفز بالمظلة في العالم حيث احتل الرتوة الثانية في بطولة العالم سنة 2013 لكن في سنة 2014 قرر دان فيكاري مع اصدقائه القفز من مروحية باستعمال بذلة النجاح ولكن لسوء حظهم اصطدموا بطائرة اثناء الهبوط الحادث اصفر عن وفاة دان فيكاري كايلي ستوكن في خمس وعشرون مارس سنة 2013 قرر كايلا الشاب ذو الاثنين وعشرون عاما ان يقوم بالقفز من اعلى الوادي باستعمال حبل كبير كالورجوحة علق الحبل على صخور الوادي العميق محاولا ان يقلد الفيديو الشهير على اليوتيوب لكن بينما كان كايلي يقوم بالتهرجحة سقط الشاب مباشرة من الاعلى نحو الوادي العميق على علو 140 قدما فمات على الفور جانويكر في 22 يونيو سنة 2013 اقيم عرض جوي كيبر في ولاية اوهايو بحضور الاف المتفرجين كان جانويكر يقوم بحركة استعراضية رائعة على جناح الطائرة فجأة اصطدمت الطائرة بالارض ثم انفجرت امام ذهول الاف المتفرجين خلف الحادث مقتل الطيار وجان اكدت تحقيقات ان سبب سقوط الطائرة يعود لخطأ الطيار ماكسيم في مارس 2015 قام المراهق الروسي ماكسيم البالغ من العمر 14 سنة بالتسلق على طول الجزء العلوي من جسر للسكة الحديدية في موسكو في حين كان صديقه يقوم بتصوير الحادث بينما كان ماكسيم يمشي نحو حفة الجسر تعثرت رجله فامسك بسلك كهربائي خطير سقط ماكسيم في اتجاه خط السكة الحديدية لمسافة مئة قدم فكان ذلك نهاية حياتها في 29 سبتمبر سنة 2015 بينما كان ايريك رونار المشهور لدى مشاهدي ام تيفي يشارك مع رياضيين اخرين في افتتاح دورة للغولف بتقديم عروض القفز بالمظلة في ولاية كاليفورنيا استضم بشجرات كبيرة قوة الاستضامة ادت الى وفات ايريك رونار عن عمر 38 سنة بافل كاشر شاب روسي في مقتبل العمر يمارس مع اصدقائه رياضة القفز في الهواء وكانوا يقومون بحركات استعراضية لكن اثناء ممارسته الهواية ارتكب بافل خطأ فادحا عندما حاول القيام بشقلبة للوراء على حافة احد المنازل هذه الصورة التقطها صديقه لحظة قبل الكارثة مات كراشن في ابريل السنة 2011 كان مات كراشن الشاب ذو الاربعة وعشرون سنة يقوم باستعراض ما يسمى المدفع البشري في ساحة في انجلتير لكن بعد ان دخل فوهة المدفع رمه على مسافة كبيرة في اتجاه خاطئ ليسقط ارضا ثم مات وسط رعب المتفرجين جوني سترانغ في ثاني اكتوبر 2005 سفر جوني ذو 23 سنة الى سويسرا قصد الالتحاق بصديقه من اجل ان يقوم برحلة الى القمم السبعة لكن اثناء القفز من قمة احد الجبال حدث خطأ غير معروف ادى الى سقوط جوني على الارض ثم مات شوكانين كام في شهر نومبر من سنة 2011 روبانو شوكانين كام الشاب الذي يبلغ من العمر 35 سنة يقود طائرة الحمراء في انجلتير مقدما حركة استعراضية في السماء فجأة اقتلع مقعد الطائرة من مكانها ثم سقط مقعد الطائرة وطير الشاب جالس فوقها على الارض مما ادى الى وفاتها دين بوتر مغامر يبلغ من العمر 43 سنة احضر معه بذلة النجاة ليقفز من اعلى قمة جبل في منتزه يسمة الوطنية لكن خطأ غير معروف حدث ادى الى سقوط بوتر ومرافقه الى الارض مما ادى الى اصابتهم حضرت طائرة هليكوبتر خاصة لنجلة الشخصين لكنهما فارق الحياة شكرا على المشاهدة ان اعجبك الفيديو اسجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية اشتركوا في القناة